السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا بينا نعمل بقى حاجة كلنا بنحبها وهي سندويتشاية الشاورمة بصراحة من الحاجات الحلوة جدا اللي مفيش حد بيختلف عليها بس بقى هنقى النهاردة ان شاء الله قررت عاملكوا الفيديو من اول طريقة العيش لحد صوص الطومية لحد طريقة تسوية الشاورمة وتدبلتها وكل حاجة وازاي نلف السندويتش وكل حاجة وازاي نساوي السندويتش ونطلعه بشكله جميل كده زي اللي بنشتريه مباره واجمل كمان بكتير دعنا نشوف هنعمله ازاي وسقبل ما ابتدي الفيديو يريد تشتركه معي في القناة لو لسه مشتركتوش ونتنسوش تفعله الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي وبعدين متنسوش بقى اهم حاجة اللايك عشان نعلي الفيديو شوي يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبيها اجميع اول حاجة في البداية كده قبل اول ما نقول حنعمل شاورمة نروح المجهزين الشاورمة بتاعتي نتابلها ونحطها في التلجة ونكمل بقى بقية التفاصيل كده هنشوفها مع بعض بس نعمل اول حاجة تدبيلة والتدبيلة هي عبارة عن جبت كده 3-4 فصوص من التوم لقيتهم كده في الهون كويس وبعدين حطيت معلقة كبيرة من التوم البودر معلقة كبيرة بصل بودر معلقة كبيرة بابريكا نص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبعدين كل دول بقى نقلبهم مع بعض كده تدبيلة بسيطة جدا ونفعاش اي اختراعات ونص معلقة من الكوركم او لو ما عنديكش كوركم ممكن نحط كاري وبعدين نحط الملح بتاعنا نص معلقة ونحط بعد كده كمان اهم حاجة برضو معلقتين 3 من الزيت بتفرق جدا في تدبيلة الشاورمة بتخلي معاكي القطع الفراخ تطلع معاكي طرية كده ومتنشفش معاكي خصوصا لما نحطها في التدبيلة وبعد كده عصرت لمونة عصير اللمون بيفرق برضو لان انت ما يبقاش في اي زفارة خالص في الفراغ بتاعتك ويطلع طعمها كمان مزاست اللمون بتديها طعم حلوة قوي وبعد كده هنقلب بقى كل دول مع بعض كده وننزل بقى على الفراغ بتاعتي بعد ما غسلتها وقطعتها لو انتو حابين صحيح ممكن نعملها سبيسي ممكن نحط معلقة من هارست الشطة او الشطة السوداني للناشفة دي لو انتو حابين انتو خلوها سبيسي بس انا محبتش خليها سبيسي عشان اطفاء بعد كده جبت صدور الدجاج بتاعتي وقطعتها شرايح كده رفيعة بالطرقة دي عشان تنفع طبعا للسندوتشايت وبعد كده ننزل بقى بالخلطة الرهيبة دي ونقلبها كويس جدا لحد بقى ما تتشرب كل التدبيلة وما يبقى كل قطع الفراخ كده فيها من التدبيلة دي وبعدين نغطيها بقى ونحطها في تلاجة ويفضل طبعا تسيبوها وقت اطول كل ما حسيبوها فترة كبيرة حتخلي نتيجة الشرم بتاعتكو تحفظ بعد ما حطيتها بقى في تلاجة كده تعالوا بقى نعمل العيش بتاعنا حاجة بسيطة كده وسهلة ومقادير وسهلة جدا اول حاجة جبت اربع كبات من دي استخدمه طبعا اقل او اكتر برحل هو حاجتين بس دي ولبن ولا حنحط خميرة ولا نحط اي حاجة خالص يعني عشان فيه اطفال بيأكلوا فيعني نحاول ندخلهم عناصر غذائية كده مفيدة اكتر يعني وعايز اقول لكم ان العيش ده كمان ممكن نعملوا صندوتشات للمدارس يعني ممكن تعملوا صندوتشات عادية جدا من جار شاورمة بيبقى حلوة او برد وبعد كده حطيت عليهم بس معلقة كده صغيرة من الملح ونعجن بقى بالحليب بتاعنا يعني الاربع كوبات دول اخدوا معي حوالي كوباية ونص من الحليب هنعجنها كويس جدا ونحط بس معلقتين من الزيت عشان نقدر نعجن كويس يعني كل كوباية من الزيت هنحط معلقة من الزيت وبعد كده نعجنهم بقى مع بعض كويس جدا وبعدين بعد ما تعجنوا كويس كده العجينة بتاعتي بقت بالشكل ده شايفين قوامها عامل ازاي يعني تكون متماسكة شوية ليه بقى لأينا لما حاجة فردها هفردها بطريقة مختلفة شوية هتشوفوها دلوقتي فيعني ببقى حبة ان انا اخلي العجينة يبسة شوية ما نخليها اشترية لو انتو هتعملوها هتفردوها بطريقة ان انتو تفردوا كل كرة لوحدها يبقى خلوا العجينة بتاعتكو ترية عشان تقدروا تفردوها بسهولة وبعد كده انا بس احطيت نقطتين من الزيت كده عشان اقدر يعني قالتها كويس عشان تبقى قاومها ناعم كده وملمسها ناعم كده موتبقاش فيها بقى ايه التخرزات اللي بتبقى موجودة دي كده بقت العجينة بتاعتي بقى بعد ما عجنتها لمدة عشر دايق كده بقت جاهزة بعد كده هناخدها بقى نريحها شوية قبل ما نبتدي نشتغل فيها هناخدها بقى فولة كده نريحها شوية عشان نقدر نكورها براحتنا يعني عشر دايق والحاجة احنا طبعا مش بنخمر خالص بس عشان نقدر نفردها بسهولة بعد كده هبتدي اكورها الكور بقى صغيرة الحجم اللي انتو عايزينه فانا يعني انا الاربع كوبات دي دول عملوا معي ستتاشر كرة زي ما انتو هتشوفوا دلوقتي عايزين تعملوها اكبر اصغر دي حاجة ترجعلكم بس هو استندويتش كده حجمه كويس جدا يعني قد كافي الايد كده كورة قد كافي الايد بتبقى بجد يعني استندويتش حلو جدا بعد كده بقى بعد ما عملت الكمية بتاعتي بالشكل ده هغطيها بقى واسبها برضو عشر دقايق بس زي ما قلتلكم عشان نقدر نفردها بعد كده بقى عشان نفردها انا هفردهم بطريقة اني انا هحط كزا واحدة على بعض اتنين على بعض لو انتو حابين تفردوهم كل واحدة لوحدها براحتكم بس هي الطريقة دي بتبقى حلوة في ايه ان كل لما بنحطهم على بعض بتحسوا ان هو رؤية شوية يعني ان انتو تفردوا كل واحدة لوحدها ده بيساعد ان الرؤية بتاعتك او الصندوج بتاعك يبقى ايه قطعة الخبز بتاعتك تبقى زي ما نقول кده ايه رؤية ازاي اللي بنشتريها يبقى بعد ما فردتهم بس شوية كده افردهم شوية كده اهم حاجة في المرحلة دي ان احنا بنستخدم ديء كتير شوية بعد ما فردتهم كده شوية بس يكونوا قد بعض هبتدي بقى يحط ديء في النص اهم حاجة ان احنا نحط ديء كتير يعني في المرحلة دي لازم نحط ديء كتير شوية هنحط بقى دقيق كده كتير شوية ماشي عشان ما يلزقوش ويعني في نصف الفرد هوريكو دلوقتي هنعمل ايه هبتدي بقى افرد برضو كده شايفين كل ما هنفرد بالطريقة دي عايز اقول لكم بتخليها موراة قوي بعد ما فردنا بقى يعني سهلة قوي مش هتاخد معاكو اي حاجة يعني عايز اقول لكم سندوتشات تبقى غالية قوي على الفاضي يعني بس هيب جدا ما بتاخدش يعني التكلفة اللي بنشتريها انت ممكن تعمليها في البيت بمنتهى سهولة وكمان نظيفة وحتبقى طعمها احلى كمان بعد ما فردتها بقى على قد ما قدر كده نحاول نفردها على قد ما نقدر لحد شايفين يعني عايز اقول لكم دي كتبقى تبقى باينة فيها كده كده بقى اتجهز عندي يبتدي بقى افصلهم عن بعض شايفين اتفصلوا ازاي كده كل واحدة لوحدة هجيب بقى افصلية على النار كده على النار متوسطة وهسيبها تسخن الاول قبل ما نحط فيها العيش بتاعنا وبعدين احطوه على النار يدوب عارفين اللي هو ايه يبدأ يطلع فقاقية صغيرة كده نروح قلبينه على طول على الجنب التاني عايز اقول لكم بقى لو انتم هتعملوه سندوتشات عادية مش سندوتشات شاورمة سوي الرغيف لحد ما يستوي براحته يعني سيبيه استوي اكتر من كده بس انا طبعا عشان هعمله سندوتشات شاورمة وحارجة هحطوه على النار تاني فمش عايزاي ينشف معي تمام؟ هطلعوه بقى على النار كده هطلعوه من على النار وحطوه في اهم حاجة فوطة كده ونغطيه عشان يفضل محتفظ بطروته تعالوا نعملوه واحدة تانية كده عايز اقول لكم سهلة قوي وطرقتها سهلة ومش هتاخد معاكوا اي حاجة يعني لو انتم بتحبوا المعجنات والخبز حلوة قوي اللعبة دي جربوها هتعجبكم وكما ممكن تخلوه لادكم يساعدوكم يعني عطيت دي ايه اهوت اهم حاجة ان احنا نفرد كويس جدا على قد ما نقدره في نص كده الفرد نشيل بقى عايز اقول لكم في نص الفرد كده ممكن نعمل ايه نشيل كده الرأة كده لفوق ونحط دي ايه تاني يعني شايفين بالشكل ده اهو عشان ما تلزقش نرش دي ايه كمان عشان ايه نتأكد ان ايه مش هتلزق ونفرد بقى براحتنا خالص على قد ما تقدره كده بقيت جاهز عندي اهو شايفين بقى بتطلع بسهولة زي لما حطيت دقيق تاني شايفين بمنتهى السهولة وما لزقيتش معاي ولا اي حاجة ننفض بس دقيق كويس جدا قبل ما نحطه في الطاصة او في الصناعة على النار وعايز اقول لكم بقى ان بين كل واحدة والتانية لازم فيه دقيق كده في الصناعة فلازم ننفضه كويس كده فوطة ولا اي حاجة ننزل الديق ده عشان ما يحرقش الرغيف اللي بعده كده بقى جاهز عندي العيش بتاعي والشاورمة متبلة تعالوا بقى نعمل صوص التومية استهل قوي اول حاجة جبت نص كوبة من المية وحط عليها معلقتين من النشا وبعد كده نقلبهم شوية على النار وبعد ما قلبهم شوية من غير على البارد وبعد ما قلبتهم على البارد كده نرفعهم بقى على النار بعد ما حطهم على النار حيتقلوا يبقوا بالشكل ده كده وبعد كده هننزل بقى هعليهم بحاجات اول حاجة هنحط 3-4 فصوص من التوم في كمية التوم دي ترجعلكوا لو انتوا حابين التوم ظاهر قوي ممكن نزود لو حابينه مش ظاهر قوي ممكن نقلل مفيش مشكلة بحب احط بقى نص كوبة من الحليب كده الحليب بيديها يعني غناوة كده حلو بتبقى طعمها حلو كده وباين فيها قوي وبعدين نص معلقة من الملح عصير نقطتين كده لمون مش هنزود قوي وبعدين معلقة كبيرة من الخل ونقلبهم كويس او مع بعض وننزل بقى في الخلاط بتاعنا بالخليط الجميل ده شايفين هو ابتدى اصلا يتقل ازاي قوامه ابتدى يتقل ازاي وحنا اسا ما حطناش اصلا زيت بس هقولكو الزيت بقى كمية الزيت هنحطها ازاي بعد كده بقى ننزل بهم في الخلاط بتاعنا او لو عندك هند بلندر ممكن استخدمي ابتدي بقى اضربهم كويس اول حد بس التوم بتاعي ما يبتدي يعني ما يبقاش باين خالص تفرم كويس جدا هبتدي بقى انزل بالزيت بتاعي يعني كمية صغيرة كده سرسوك كده صغير لحد ما يتقل وتبقى قوامة التومية القوام اللي احنا متعودين عليه اللي بيبقى سميك شوية كده قوامها كريمي بالشكل ده كده بقيت جهزة عندي نوقف بقى الزيت لحد ما ناخد القوام ده شايفين او بقى كده جهزة عندي لو انتم زودتوا زيت وحاسيت انها تقلت قوي وقفشت معاك وممكن نزود شوية حليب تمام؟ يعني انتم فضلوا زودوا زيت لحد ما تاخدوا القوام ده كده بقى القوامها مناسب جدا هنحطها بقى على جنب كده يبقى احنا كده جهزنا التومية تعالوا بقى الشاورمة بتاعتي انطلعها كده من على النار معلقة زيت على النار كده في طاصة صخنة وننزل بقى الشاورمة بتاعتي اهم حاجة تكون الصينية كبيرة عشان نقدر نفرد الشاورمة بسهولة وفي نفس الوقت تبقى ما تنشافش معاك وتنزل ما شايفينها ما نزلتش اي سوال معايا خالص ومش هقلبها على طول لحد ما تبتدي تاخد لون من تحته وبعدين نبتدي نقلبها اول تقليبة مع اول تقليبة هنزل بالبصل الشراح بتاعي حطيت بصلية كبيرة كده ونقلبهم برضو نيديها تقليبة وبعد كده ننزل بقى بقية المكونات بتاعتي وهي الفلفل الالوان والفلفل الاخدر ننزل برضو بهم ومش هنقلبهم كتير على النار يعني حاجة بسيطة كده لان عايزة تفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها وبعد كده بقى بقيت جاهزة عندي وحمرت بس شوية بطاطس وجبت بقى اخيار مخلل كده ونعمل بقى احلى سندويتش طبعا لو فيه كده في العيش بتاعكم ناحية كده او جنب متحمر شوية نخليه الجوة الجنب اللي هو ابيض خلول برا بعدين نحط بقى التمية بتاعتي نحطوا الكمية اللي انتوا عايزينها نحط بقى بطاطس كده نحط خيار مخلل عايزة اقول لكم الخيار مخلل بيقلب بتاعها مستندويتش بيوضيف حتة تانية خالص وبعدين نحط بقى الشاورمة بتاعتي نحطوا الكمية اللي انتوا عايزينها وبداعوا بقى براحتكم لو حابين اي حاجة تضفوها ممكن تضفوها بس هي كده بتبقى حلوة جدا عايزين تحطوا كاتشاب ممكن نحط كاتشاب مصدردة بدل التمية ممكن نحط اي صوصات تانية بس التمية بتبقى حلوة او لاي او مع السندوتشات دي وبعدين بعد كده بقى نحطوهم في الطبق ونخلص الكمية اللي عندي كلها نعمل الكمية كلها بنفس الطريقة عايز اقول لكم طعمها حلو جدا. انا بوريكوا واحد تاني بس بوريكوا طريقة التقفيل برضو عشان طريقة التقفيل دي مهمة جدا عشان ما ما نوقعش الحشوة آآ من السندوتش بتاعنا وكمان اللي ييجي ياكل يعرف ياكل يعني ياكل بسهول ناكله بسهولة كده اهو شايفين انا مش بحط في في الاطراف بتاعة الرغيف بس تبها زي ما هي لا حشوة ولا تمية مش بحط في الاطراف عشان يجي اقفل اطراف واقفلها كويس اهو شايفين باخد لفة كده وبعدين الف الطرف ده والطرف ده اقفله وبعدين الف لفة كده بالشكل ده كده بقى السندوتش عندي بقى جهز وكمان ممكن نحط يا جبنة متزرلة لو انتو حبيين بس انا حبيتها تبقى شرقية كده ومش عايزة حط عليها جبنة بصراحة بعد كده جريلة على النار كده اهم حاجة بقى يعني عايزة اقول لكم مكعب الزبدة ده بيخليها بجد حلوة قوي حطيت بس مكعب زبدة وبعدين ابتدتها رصت العيش بتاعي ومن وقت اللي التاني بقى كده اقلب على طول عشان ما يتحرقش معي وبعدين بعد ما نقلب نحط برضو مكعب زبدة تاني على الوش يعني شايفين اول ما ابتدت حسيت ان هو بتده يتحمر شوية هبتدي يقلب على طوله حطيت برضو مكعب زبدة على الوش تاني كل ما نيجي نقلب كده نحطه مكعب زبدة بيديره طبعا طعم وريحة حلوة قوي كده الصندوطش بتاعي بقى جاهز بس طعمه حكاية يلا بقى اجربوه معلش هو الفيديو طويل شوية بس معلش وعايز اقول لكم قرمش قد ايه وطبعا ريحته قلب الدنيا مش مستاهل بقى ان احنا نشتريه من بره بالاسعار اللي احنا بنجيبها بيده خالص ساهل جدا ومش هيخد معاكي وقت واي يعني ممكن شوية تفاصيل صغيرة كده بس لو انت حب الموضوع هيعجبك جدا يلا اجربوه بقى وقولولي رأيكم تنسوش اللايك السلام عليكم